موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سادتي الأكارم في حلقة جديدة من الثامنة عبر شاشتكم شاشة الرشيد الفضائية أتشرف في هذا الحوار وهذه الحلقة أن أتحدث وأحاور الدكتور أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية ضيفا كريما حياك الله دكتور نورتنا في هذا اللقاء أهلا وسهلا مرحبا بكم حياك الله دكتور جملة من المحاور عدنا في هذا اللقاء السياسية والأمنية والاقتصادية في إدارة حكومة مصطفى الكاظمي دكتور الاجتماع اللي أبدو مع جنابك الكريم اللي حصل مع حضرتك ومع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما هي المخرجات التي كانت في هذا اللقاء وما هي أبرز المحاور التي تم طرحها مع جنابكم شكرا لكم أهلا وسهلا طبعا هناك اتصالات مع سيد رئيس الوزراء سبقت هذا اللقاء وهناك قناع على دجبة الإنقاذ والتنمية أن الرجل لديه فرصة لإنقاذ العراق مما هو فيه ونتواصل معه لبعض الملاحظات وبعض الآراء والمقترحات وسبقا قدمنا قبل أيام خارطة الطريق لمعالجة الوضع الحالي وناقشنا في هذا الاجتماع بعض المحاور وتكلمنا أيضا حول الوضع في نينوى والوضع السياسي والاقتصادي الوضع الدولي كثير من القضايا بحثت في هذا اللقاء وأعتقد كانت الآراء متفقة دكتور قيل أنه لم يؤخذ رأيكم في قضية اتفاق سنجار هل هذا صح أم خطأ صحيح يعني سيد رئيس الوزراء مقتنع أن هذا الأمر من صلاحيات السلطة الاتحادية وهو لم يقم بأي شيء ما عدا تثبيت سلطة الدولة وقرار برسال قوات الاتحادية لفرض الأمن في سنجار وإعارة النازحين ولكن نحن طبعا لدينا وجهة نظر أخرى نعتقد أن سنجار تتبع الموصل تتبع نينوى إداريا ويجب أن يكون هناك اهتمام بالناحية القانونية في هذا الموضوع وأيضا رأي سياسي لقوة نينوى السياسية وأهل المنطقة مثلا العرب سنجار لم يأخذ رأيهم وكذلك ومثليهم في مجلس النواب وكذلك الموصل وأهميتها فنحن نعتقد أن هناك نوع من الانحراف في هذا الاتفاق ولكن إذا أسفر هذا الاتفاق عن إخراج قوات البككة الإرهابية من سنجار وعودة النازحين من كل مكونات سنجار يزيدية والعرب والكرد وعودة الحياة إلى طبيعتها فهو إنجاز كبير ولكن في نفس الوقت نطالب أن يكون هناك أمن وقانون وربط سنجار بالموصل بشكل مستمر وقرارات التي تتخذ في سنجار يجب أن تنبع من محافظة نينوى أهل مكة تأدرى بشعابها لكن أهل سنجار وأهل الموصل إذا لم يأخذ رأيهم دكتور هل تعتقد أن هذا انحراف واضح وسياسة متفقة مع سلفها عادل عبد المهدي من ناحية الإطار الحكومي من ناحية الحوار السياسي يعني أنه ما أخذ رأيك هل هو إقصاء واضح هل هو التعمد واضح أنه ما أخذ رأي أهل نينوى لنواب ولا العرب ولا العشائر ولا حتى الممثلين هو لم شرح هذا الموضوع حقيقة شرحه قبل لقاءنا بالاجتماع العام قال أنا هذا اعتبرته من صلب عملي المباشر لا يتطلب مشاورة مع القوى السياسية وفرض أمن في منطقة عدة النازحين ولكن نحن نراه من جانب سياسي أن فيه جوانب أخرى في كل الأحوال نعتقد الرجل يعني متجاوب ويسمع الكلام ويناقش وملتزم بالقوانين والدستور بشكل أوضح ممتاز خلينا بمساحة محافظة نينوى الكريمة هذه المحافظة التي عانى الدكتور إلى حد الآن ما بعد داعش طبعا إلى حد الآن من سوء الإعمار من سوء الخدمات من هذا التكالب السياسي والصراع السياسي على هذه المحافظة هل خد يعى أبناء نينوى بهذه الإدارة؟ هل خد يعى أبناء الموصل تحديدا بإدارة حكومة الكاظمي زارها مرة واحدة؟ هل عادت من جديد بهذا الشكل العمراني الخدمي الثقافي بهذه الإدارة الجديدة التي ربما تختلف عن سياسة عاد العبد المهدي وإدارته؟ طبعا لا نستطيع أن نحمل سيد رئيس الوزراء ما حصل في الموصل أو ما آلت إليه الموصل نعم ولكن نتأمل خيرا وبالتأكيد الوقت لا زال قليل لا يسعف رئيس الوزراء لإجراء تغييرات أساسية في وضع نينوى وكذلك شحة الأموال المعروفة الآن في البلد ولكن هذا لا يعفي رئيس الوزراء ولا القوى السياسية ولا كل العملية السياسية من الواجب تجاه نينوى نينوى الآن مهملة وسبق أن حصل تجاوز على وضعها بشكل خطير جدا وتعرضت لعمليات هدم واسعة أثناء العمليات العسكرية وبعد ذلك لم تتخذ إجراءات حقيقية بإعمارها ومراقبة أموالها وتدقيق في من أدارها بعد فترة داعش كل هذه الأشياء سببت إهمال وسببت تلكؤ في الإعمار وسببت انقسام كبير في المجتمع في نينوى وعدم رضا عن كل العملية السياسية وعن ما جرى ويجري من إدارة سيئة فنعتقد أن الرئيس الوزراء لديه فرصة الآن أنه يتواصل مع نينوى وقواها السياسية وينشط عملية الإعمار ويراقب الأموال التي يتصل إلى نينوى حتى تذهب إلى مستحقيها وفي المكان الصحيح وطبعا لازال الفرصة قائمة وسنتعاون مع أي جهة تحاول أن تعيد لينوى وضعها الطبيعي إن شاء الله كنا نتمنى ترجع الموصل إلى رونقها الطبيعي وإلى جمالها اللي عرفناه دكتور أتمنى سعى صدرك في هذا اللقاء يكون أوسع بالمحاور الحديث مع بعض النواب ومع بعض الشخصيات العشاء أنا أتواصل من طبعي أتواصل مع الشباب مع الناشطين مع النواب مع الشيوخ العشار في هذه المحافظة الكريمة يقيل أنه هناك جهة سياسية التي تتحكم بالأنبار وتتحكم بصلاح الدين هي التي تدير سياسة أو حكومة النينوى ومحافظ نينوى الحالي هل فعلا أن ثمت جهة سياسية تتحكم بمصير الإداري والمالي والاقتصادي بهذه المحافظة الكريمة بعد تحرير نينوى ونتائج انتخابات 2018 حصل تغيير جوهري في القوة السياسية الموجودة داخل نينوى وكثير من القوة السياسية التي حصلت على مقاعد في نينوى هي تدار من محافظات أخرى يعني الكتلة الرئيسية في الأنبار أو صلاح الدين أو بغداد وكان لديها نواب من الموصل ولكن نتائج هذه الانتخابات وما حصل النواب من مقاعد لم توظف لخدمة نينوى ولكنها جيرت لصالح الكتلة الرئيسية التي أخذت بموجبها وزارات محددة وأخذت قرار سياسي دخل إلى نينوى بأشكال مختلفة ممكن طبعا تدخلوا وتعاونوا مع قوة سياسية مسيطرة على المحافظة شيعية؟ نعم قوة شيعية لديها حشود وموجودة منذ التحرير وكثير من وجودها غير قانوني يعني عن شكل مكاتب اقتصادية أو تدخلات في الدوائر الخدمية أو محاولة استيلاء على عقود وقضايا الإعمار فتعاونوا معها فأصبح قرار أهل نينوى غير موجود مصادر؟ نعم قرار يدار من الخارج من خلال الدوائر الخدمية ومن خلال بعض القوى المسلحة داخل نينوى وبإهمال كامل لحقوقها ومصالحها وهذا أدى إلى تراجع الوضع الإنساني والوضع السياسي والوضع الانقسام المجتمعي والفوضى التي ضربت نينوى طيلت حوالي أربع سنوات الآن هذا أضعف الوضع وجعل نوع من التشكيل الرأي السياسي أنه لا بد من معالجة هذا الموضوع لا بد أن ينبع القرار من نينوى بمصالحها وبقادة يمثلوها وليس يعملون بالوكالة لدى آخرين وتدار لمصالح أشخاص أو جهات سياسية نافذة والآن هناك محاورة لإعادة هذه الكرة من خلال الدوائر الانتخابية نعم ما حصل بانتخابات 2018 أن هناك عدد قليل من نواب يمثلون مركز المدينة حوالي 6 أو 7 نواب نعم بينما حوالي 27 نائب هي من أطراف نينوى حسنت وطبعا جيرة المشاريع والقرار السياسي والإدارة كلها جيرة ضد مصلحة المدينة المركز نعم وطبعا هذا الأكبر ضدر كان في المركز من ناحية الخرابة الذي حصل والتدمير والجسور والبنية التحتية والمستشفيات فلم توظف الأموال التي جاءت لخدمة المحافظة في مكان المناسب ولكن استخدمت لطرق ريفية ومشاريع خارجية لدوائع انتخابية هناك الآن محاولة أيضا لتقسيم الدوائر لإدخال مناطق من داخل المدينة مع الخارج مما يؤدي إلى تمثيل غير متوازن من جديد ونعود إلى نفس الكرة وهذا مرفوض من أهل نينوى وكل عقلاء نينوى من الداخل والخارج لا يقبلون هذا التقسيم لا بد من أن يكون للمركز دوائر المنفصلة وللخارج دوائر المنفصلة وكل محترم وكل يمثل منطقته لكن هذا أمر طبيعي ينتج عنه إعمار صحيح وقرارات سياسية صحيحة وممثلين أكثر دقة وقربة من الناس ممتاز دكتور هذا الصراع أو هذه المحاولات أو هذه اللعبة لمحاولة تقسيم نينوى انتخابية تمزيقها يعني شيء توصفها ووصفها لكن الدكتور أسامن وجيفي له الفضل الكبير على أغلب النواب من الموصل طبعا وحتى من بغداد ومن بقية المحافظات بقائمته الانتخابية السابقة والتي سبقتها هل يعقل دكتور أسامن أن هذه الجهة السياسية بين قوسيا السنية التي تتعكز وتتكئ على النفوذ المسلح في الموصل هل من المعقول والمنطق أنه لا أحد يستطيع من الشخصيات السنية وأنت أولهم دكتور أسامن أن يقوم بإيقاف ويضع حدود وخطوط حمراء لهذه الجهة السياسية التي تتحكم بهذه المحافظة الكريمة طبعا نحن في عملية سياسية نعم وعملية فيها نوع من العمل السياسي الصرف لدينا حزب ناشط في الموصل ولدينا رؤية وجمهور ولكن نتائج انتخابات 2018 أضعفتنا في الموصل وسببت أكثرية نيابية من الجهات الأخرى هذا أدى إلى تدخلهم في نفس الوقت القرار السياسي في بغداد توجه ضدنا بشكل خطير جدا يعني منذ حقيقة 2010 واستمر وما بعد تحرير الموصل أيضا حاولت بعض الجهات أنه تتهمنا أننا نحن ندور بإسقاط الموصل جهات لا علاقة مع الميليشيات ومع الحشود ومع الجهات الإيرانية فهذا أمر طبعا يعني حصل نوع من الوضع للدولة ضد حزبنا وضد شخصياتنا المتصدية مما أضعف تدخلنا الإيجابي في إنقاذ مدينتنا يعني نتائج الانتخابات والقرار السياسي في بغداد ولكننا لم حقيقة نستكين ولم نقل بهذا الوضع ولازمنا الآن نهيئ لجولة قادمة من الانتخابات نحاول أن نعيد الكرة أنه يكون القرار بيد أبناء الموصل الباعدين عن التدخلات والنفوذ والأجنح المسلحة حتى يكون هناك توازن طبيعي ونحن طبعا في وقت من الأوقات كان لدينا عشرين نائب في الموصل ورشحنا عدد من الوزارات ولكن ما حصل أنه جهات سياسية في بغداد أرادت تدمير الموصل وأرادت أن تخضع الموصل وأرادت أن تتحول الموصل إلى ساحة لاستصفية الحسابات ولطريق للمرور من إيران إلى سوريا إلى كذا من خلال حماية هذا الممر بجهات موالية لها داخل المدينة وفي أطراف المدينة وهذا الأمر طبعا ضد إيرادة الموصل وضد مصالحها وضد مصلحة الإيراد ونحن متصدين لهذا الموضوع بكل وضوح ولكن نحتاج إلى تأييد أهل نينوة ليكون لنا جولة قادمة في الانتخابات نستطيع أن نتكلم بشرعية كاملة لحماية الموصل وحقوقها دكتور أسامة قبل أروح لمساحة المساحة الانتخابية والتعويل الشعبي على سكان الموصل الكراما خليني أبقى بهذه النافذة السياسية حتى ننهيها نوجنابك ونغادرها هل يؤمن الدكتور أسامة بشيء اسمه زعامة سنية الآن لا طبعا يعني مسألة الزعامة في كل الطوائف والمكونات العراقية مفقودة يعني زعامة مفردة أقصد زعامة عامة مطلقة لا توجد وهذا طبيعي يعني في الشيعة لدينا أربع خمس قيادات أساسية ولديها مشاريع مختلفة ولديها تحالفات غريبة مختلفة السنة كذلك عدة فصائل والكرد كذلك يعني حزبين رئيسيين ولكن هناك خمس أحزاب أخرى تنافسهم نعتقد هذا وضع طبيعي يعني الوظيفة لا تعني الزعامة ممكن يكون رئيس جمهورية ولكن لا يستطيع أن يدعي أنه رئيس زعيم الكرد ورئيس مجلس النواب لا يستطيع أن يدعي أنه زعيم السنة وكذلك يعني الشيعة رئيس الوزراء لا يستطيع أن يدعي هذا الادعاء عذرنا عن المقاطعة لكن نواب تحالف القواء السنة من الأنبار وصلاح الدين وديالة وحتى البعض من كاركوك طبعا واحدة واثنين وحتى من نينواء في لقاءاتي في برنامج الثامنة يقولون كالتالي أستاذ أحمد نحن الذي يمثل المكون السني والزعامة السنية يتمثل في رئيس البرنامج محمد الحلبوسي هل تؤمن بهذه التوصيفات دكتور أسامة لا الشعب يؤمن بها ولا القوى السياسية متفقة على هكذا تسمية وإذا تكلمنا حول نتائج الانتخابات 2018 مع أن قلت أننا قد ضعفنا في الانتخابات الماضية لأسباب سياسية كبيرة ولكننا كنا الأول على القوائم السنية بالضبط يعني تحالف القرار كان يسمى أنا كنت رئيسه نعم كان لديه 16 مقعد في البرنامج والكتل الأخرى الآن التي تدعي أنها تمثل الزعامة كانت 14 أو 13 أو 6 ولكن الذي حصل أنه جرت عمليات ابتزاز لنوابنا وإغراءات وتهديدات استطاعوا أن يسحبوا عدد من النواب من كتلتنا ومن كتل أخرى وشكلوا بها كتلة وهذه الكتلة أصبحت تحت حماية الجناح الإيراني والجهات التي تسيطر على البلد الآن ودعوا أن أصبح لديهم زعامة ليس هكذا حقيقة لا الانتخابات تقول كذلك ولا الشعب يقول ولا نحن نقبل ولا هم يمثلون حقيقة هذا الأمر في كل المواصفات فخلي يتركوا هذا الأمر إلى التنافس السياسي وعمل وظيفي واحترام لإرادات الناس الحوار جدا ممتع مع جنابك دكتور أسامة من خرج من تحالف القرار وكان تحالف القرار له الفضل في أن يصعد النائب الفلاني أنا أعرفهم بالأسماء دكتور أسامة هل الباب مفتوح للعودة هؤلاء ممن ترك التحالف للمال السياسي من أجل المال السياسي من أجل ابتزاز ربما هل مرحب به بالعودة مجددا في تحالف القرار من النواب السنة أكيد وتحالف القرار لم يعد موجودا نحن شكلنا جبهة الإنقاذ والتنمية وطبعا الباب مفتوح لكل من يريد أن يتعاون ونحن ليس لدينا حقيقة محاكمة للناس ولكن يعتقد أنه يجوز ظرف معين ذهب لعود معينة وأكثر طبعا تسعين بالمئة لم تحقق يعني خدعوا وممكن أن يعودوا أن تعاون لبناء كتلة قوية تمثل تيار نظيف تيار يحاول تثبيت الوطنية العراقية يحاول أن ينجح يبعد التدخلات يعني ما علاقة كتلة سياسية في بغداد تتحكم بمصائر نينو بعيدا عن إرادة سكانها أو كذلك صلاح الدين أو كذلك الأنبار أو ديالة هذا غريب وفاشل لن يؤدي إلى بناء البلد سيؤدي إلى مزيد من الانقسام ومزيد من الفوضى ومزيد من تسلط الفاسدين الذين يتخذون هذه الوسائل لنهب العراق وأموال الناس من يدعي بالزعام ومن يدعي بالتمثيل السياسي السن الأغلب لا زال محميا إيرانيا دكتور أسامر هم متحالفين مع الجهات التي لها علاقة مع إيران ومصورة علنية أمر غير خفي وهي صاحب السطوة في الدولة سطوة السلاح وصطوة القرار السياسي ومؤسسات الدولة هذا خيارهم ولكن نحن نعتقد أن هذا الأمر ليس فيه صالح للبلد وعلاقة مع الجهات الخارجية في هذه الوضوح وهذه العقائدية التي تخرج من إطار الوطن العراقي مضرة بالجميع دكتور أسامر خلينا نرجع للمحافظة أهل الموص المنكوبين الجانب الأيمن فوق 80% 70% يعني هذه النسبة التي أنا شاهدت بعيني دكتور أسامر مدمر نفسية الناس تدمرت هجروا مزقوا اللي راح للضحية اللي راح لآخ اللي راح لأم يعني كثير من الناس يعني عدوا مضحايا كيف للدكتور أسامر أن يعول على شعب ممزق على شعب فقد الثقة بالعملية السياسية من 2003 إلى اليوم وخصوصا قبل داعش طبعا ما بعد داعش دعت تعززت هذه الفكرة بعد تحرير هذه المدينة من داعش بسبب القطيع المتعمدة مع سكاننا على مستوى التعينات على مستوى التمثيل على مستوى الإدارة على مستوى المشاركة في القرار السياسي كيف لكم أن تعولون على شعب فقد الثقة بالعملية السياسية برمتها بالموصل التحديدا حقيقة الشعب العراقي كل الشعب العراقي أو أغلبه الغالبة الكثيرة فقدت الثقة بالعملية السياسية نعم المظاهرات التي خرجت قبل سنة ليست في الموصل خرجت في الوسط والجنوب نعم وضد العملية السياسية وضد الرموز السياسية نعم ونعتقد أن الفشل قد طرب أطنابه في العملية السياسية بشكل خطير جدا ولن تستطيع أن تستمر هذه العملية ولا بد من إجراءات لتصحيح مفاهيم دستورية وعقد اجتماع جديد مفاهيم الشراكة مفاهيم الديمقراطية حتى نستطيع أن ننقل السلطة إلى جيل جديد بطريقة سلسة تنبع من حقوق الناس ورأيهم ويستمر البلد أما إذا استمرت الطبقة السياسية في محاولة التمسك بالسلطة وقمع الناس واستمرار على الرغم من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت فالبلد لن يستمر بلد موحد وممكن أن يتمزق وممكن أن تكون حرب أهلية وممكن أن لا نستطيع أن نسيطر على الفوضى التي هي قادمة في الطريق فالقضية عامة ولكن ما يتعلق بمحافظاتنا الحقيقة الكارثة مركبة أكثر من ذلك يعني أنا التقيت يوم أمس بأحد الشخصيات جاء من الموصل ولديه بعض الأعمال في مناطق أخرى من العراق نعم قال إذا أنا ذهبت بسيارتي لرقم نينوة نعم إلى المجرد أخرج من بغداد باتجاه البصرة كل سيطرة توقف هذه السيارة وتفتش نينوة بينما أي سيارة أخرى رقم آخر بغداد أو تمر عادي وكذلك السيطرات التي تدخل بغداد من تجاه نينوة وكذلك بعض السيطرات تسيطر عليها الحشود في طريق الموصل بغداد ترى يعني عدد كبير من السيارات التي ترقم نينوة متوقفة لوقت طويل تفتش وحدة وحدة والبقية هذا هذا شعور الله يا حالدكتور الكلية العسكرية يقبل طلاب عراقيين لهم نفس الحقوق هذه الدورة طالبين فقط من نينوة قبلوا من 350 طالب ما هذا يعني بعض الجهات الموجودة بالسلطة لازالت تتصرف في طائفية لازالت تتصرف بعدم توازن بين العراقيين بمكالين هذا خطير يجب أن نطوي هذه الصفحة فهذه الأشياء تؤثر عن نفسية الناس وبالإضافة عدم القناع بالعملية السياسية هناك قضية أخرى أخطر أن هناك خروج عن الدستور والقوانين باعتداءات وانتهاكات مباشرة على الناس لأسباب طائفية وأسباب تتعلق بالسلاح والهيمنة والفساد وهكذا دكتور أسامة جدا حفظ راحتك لكن في هذا اللقاء أنا مؤتمن أن أقول لك السؤال التالي من الناس البسطة التعمد في التعامل مع الناس بهذه الهوية الطائفية وفق جنابك وفق ألسنة أيضا آخرين ممن كانوا شاهدين على هاي المواقف لا زالت مستمرة إلى حد بعيد في التعينات في المراكز القيادية في التعامل اليومي في السيطرات ماذا ينتظر أساس السنة في هذه الحكومة تتأملون خير يعني هل لكم خيارات أخرى دولية لمقاطعة هذه العملية السياسية والاتجاه باتجاه معارضة باتجاه ربما ربما الحديث عن الإقليم ربما يعني هل هو منقذ لأن التعامل هو باقي طالما هناك دستور وأغلبية سياسية شيعية تتحكم في مصير الناس من الشمال إلى الجنوب طالما هو موجود هذا التعامل ومستمر ما الذي تنتظروه دكتور أسامة من هذه الحكومة في أن تصلح حال هذا المكون تحديدا طبعا نحن لازمنا نعول على العملية السياسية أنه مثل ما قلت تتحرك باتجاه الإصلاح نعم وهذه الحكومة مختلفة عن ما سبقها أن حكومة يقودها شخص مدني لا ينتمي لهوية عقائدية حزب سياسي إسلامي لديه انتماء إيدولوجي معين ممكن في بعض الحالات أن يقدم على المصلحة الوطنية الرجل مختلف في هذا الاتجاه الكاظمي نعم ونحن نعتقد أنها هي فرصة طبيعية التعامل العادل مع كل العراقيين نحن لا نؤمن بالطائفية ونعتقد أننا بقولنا هذه الأشياء نواجه الفعل الطائفي الذي يوجه ضدنا وضج مهورنا وليس أنه نتبنى فكر طائفي وندعو إلى وطنية عراقية وتصرف بعدالة مع العراقيين عندما أقول طلاب عراقيين يسكنوا فينا ويقدمون طلب يرفضون من رفضهم هو الطائفي وليس الطالب الذي يطالب بحقه وعندما أدافع عن حق هذا الطالب أدين الفعل الطائفي فلا القضية تدخل في هذا الباب نحن الآن لازم نعول على الدولة نريد الدولة العراقية العادلة التي نعيش فيها بمساواة مع إخواننا الشيعة والكرد ولكن إذا كان هناك جهة تريد أن تحكم العراق من خلال الطائفة وتتعمد الإساءة لنا فلن نقبل هذا الموضوع مهما كانت المسميات عملية سياسية قانون القانون في صفنا في صف منطقنا فليست لدينا الآن نية لموضوع أقليم أو موضوع دولي ولكن إذا انتهت هذه الأبواب سنستعين بكل شيء في سبيل حماية مواطنين وحماية العراق هذا الفعل الذي يقوم بيه هو تدمير العراق قبل أن يكون ضد سنة العراق تحركات الكاظمي دكتور أسامة ناقشها بعد فاصل قصير سادتي الكرام فاصل ونكمل معكم الجزء الثاني من الحلقة الخاصة مع الدكتور أسامة النجيفي فكونوا معنا مرحبا بكم سادتي الأكارم والجزء الثاني من هذا اللقاء الكريم مع الدكتور أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية ضيفا كريما مرحبا بك مرة أخرى دكتور أسامة سهلا تحركات الكاظمي طبعا أغلبية الممثلين للمكونة السنية يعولون على هذه الشخصية التي كانت تدير منصب أمني رفيع المستوى علما أنه خرج من البطانة السياسية الشيعية ومن الخيار السياسي الشيعي رغم حضور بعض الشخصيات السياسية السنية كأغلبية سياسية شيعية في منزل وفي مقر برهم صالح تتفق أنه الخيار كان هو خيار فعلا الأحزاب السياسية الشيعية المتحكمة وظهر وخرج بزغ منهم الكاظمي أم فعلا هم خيار المرجعية والشارع تأكيد الجهات السيطرة على البلد وصاحبة القرار لم تكن تفضل السيد الكاظمي وكان لديها خيارات أخرى يعني هي اضطرت أنه تقبل استقالة عادل عبد المهدي نتيجة ضغط الشارع نعم وعندما حاولوا يقدمون رئيس وزراء جديد ذهبوا إلى غير السيد الكاظمي إلى آخرين سيد محمد توفيق علاوي أيضا قدم برنامج طموح وقال أن سأعمل بشكل مستقل فتم إحباط مساعية وقدموا قصي السهيل وآخرين ولكن لم يتمكنوا يعني الموضوع لا ممكن أن يستمر يعني أي شخص من هؤلاء لو قدم ستستمر المظاهرات بشكل عنيف والشعب لن يقبل فاضطروا يعني خيار المضطر مثل ما يقال قدموا السيد الكاظمي ولفترة محدودة اتفقوا وانتخابات مبكرة وبحدود معينة للحركة هكذا تصوروا وأنا أعتقد كثير قريب من خيار الشعب ولديه منهج مختلف بحيث بدأ التقاطع معهم منذ الأيام الأولى صح عندما أراد الرجل أن يعمل بموجب صلاحياته خرج بعضهم يقول أنت مكلف فقط تذهب إلى الانتخابات ليس لك علاقة بالفاسدين وليس لك علاقة بالقوات الأمنية ومطلقي الصواريخ هذا منطق الدولة التي يريدون والرجل الآن يعني عليه كثير من الضغط من القوة السياسية ولكن أنا لا أقول أن القوة السياسية الشيعية كلها ضد سيد الكاظمي الآن قسم منهم يعاونون سيد الكاظمي ويحاولون أن ينجح ويعني متفاهمين معه وقسم ضده بشكل واضح نعم وكذلك القوة السنية يعني هم من قسمة فأنا أعتقد وضع طبيعي هذا ولكن الرجل يريد أن يمارس صلاحيات رئيس الوزراء يريد أن يحقق شيء قبل الانتخابات عندما نقول انتخابات مبكرة لا بد من تهيئة وسائل النجاح هذه الانتخابات نعم ومن ضمن ضبط السلاح من ضمن بعض قضايا الفساد آليات الانتخاب المفوضية من بعض الإجراءات اللوجستية نعم يعني قضايا هذه لا تأتي بمجرد تحديد موعد لا بد من تصدي لبعض الجهات وفرض القانون وتشريعات معينة حتى نستطيع أن نذهب الانتخابات الصحيحة نعم أما إذا السلاح هو الذي يسيطر على الانتخابات ما معناها سوى أن كانت بعد سنة أو سنتين ستعود نفس الكرة طيب دكتور أسامة ربما الكاظم لم يقرأ خارطة الغام الساحة الموجودة بدليل أنه عندما دخل باصطدام واضح مع الجهات المسلحة التي كانت تابعة لجهة مسلحة في منطقة البعثة اصطدم معهم واقتحموا من المنطقة الخضراء وبالتالي فشل في المحاولة ثانية أن يقيم أو يقوم بإجراء خطوة مماثلة هل فعلا أن الكاظمي يخشى إلى حد الآن أن يصطدم مثل ما اصطدم بالمرة الأولى يصطدم مع الجهات المسلحة الفاعلة الشيعية القريبة من الفصائل الولائية أنا على قناعة تامة أن البلد لن يستقر ولن يعود ببلدا موحدا ناجحا إلا بضبط هذا السلاح وأن يكون تحت أمرة الدولة وأن يطبق القانون عليهم وعلى غيرهم أما حالة استمرار هذا المنهج فالبلد مصيره حقيقة مجهول وخطير مقاومة ذونا دكتور لا ليس لدينا احتلال الآن الآن القوات الأجنبية الموجودة بمجب اتفاقات مع الحكومة وهناك وقت لانسحابها وهي احتجناها في مرحلة ونحتاجها للتدريب وصيانة المعدات وهكذا ليس هناك قوة محتلة لعراق إذا كان هناك احتلال فهم بعض الجماعات المسلحة التي تريد أن تفرض قرارها السياسي على كل القوى السياسية وعلى الشعب تعلن الحرب في وقت ما تريد وتعلن انسحاب القوات الأجنبية وقت ما تريد وتعلن الهدنة العسكرية وقت ما تريد ما هذا أين الدولة هي في مقر رئيس الوزراء إلا في الشارع الشغلة الأخرى سيد رئيس الوزراء أنا أعتقد لا تنقصه الشجاعة بمواجهة هذه الجماعات ولكن أدوات قليلة يعني القوات المسلحة لا بد أن تأتمر بأمر سيد رئيس الوزراء طيب كثير من القوات المسلحة لديها مشكلة بالاستقرار السياسي أو الحماية الولاء دكتور روسام أنا لا أشكك بولائها ولكن يجوز أن لا يريدون أن يتحملوا عواقب سياسية ولا يتم حمايتهم بعد أن يقوموا بعمل عسكري معين من قبل جهة قادرة يعني يجوز أن يوجه أمر لوحدة عسكرية تتصدى لجماعة تحاول أن تخرب البلد إذا قامت بهذا العمل وبعد ذلك تم استهداف الضباط بفصول عشائرية أو بطرد من وظائفهم هذا سيضعف كل الآخرين ولكن إذا قام الشرطي أو الجندي أو الضابط يواجبه في تطبيق النظام محمي ويعتز بوضعه ولا يخاف من عواقب هذه الأمور هذه الدولة الحقيقية أما إذا كان لا توجد ثقة كاملة لدى القوات المسلحة بأن لا تسأل على أعمال تؤمر بها من قبل الجهات السياسية الرسمية أعتقد لن تستطيع أن تتصدى لهؤلاء ويجب أن يتغير هذه المعادلة عندما يضرب ضابط في الشارع يريد أن يفرض الأمن ولا يستطيع الدولة أن تحميه أو تعاقب هؤلاء فهو إخلال بهيبة الدولة والقوات المسلحة عموما طيب دكتور لكن دنشوف الكاظمي يجلس ويجتمع مع شخصياتي قريبة من فصائل المقاومة وقريبة من من تمتلك السلاح والنفوذ وتدعي أنها فصائل مقاومة تتحدث هناك احتلال أميركي وهذه الحكومة تحت الاحتلال الأميركي هكذا هم يفكرون وهكذا هم يؤمنون بهذه الطريقة لكن كيف لنا أن نعول على شخصية رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهو يحاورهم يجلس معهم يعني يعرف الحرامي ومدى يحاسبه أنا أروح الدائن أقترض بس الحرامي أنا أجلس ويا طبعا لا نعمم دكتور لكن معروفة مقاراتهم توصيفاتهم صفاتهم مناصبهم كيف تعولون على هذا الشخص وهو يترك الفاسدين دون محاسبة يقترض عيني عينك لكن يترك هذا المال السائب ويترك من يحاسبهم ما حاسب يعني يغير مدراء منافذ عذرهم دكتور لكن لم يحاسبهم غير دون محاسبة يقترض والفاسد والحرام إذا يفتر حقيقة دكتور نحن حقيقة يعني الإدارة هي فن ولا نستطيع أن نحمل رئيس الوزراء فشل 17 سنة والآن نريخ إلى الأربعة أشهر أن ينهي الفاسدين ويضبط السلاح ويعالج الاقتصاد وهذا أمر خيالي مثل ما قلت الأدوات قليلة والوقت الضروري والحوار السياسي لمنع صدام مسلح مهم طيب يعني حتى عندما تقوم عصابة بخطف ناس يتفاوضون معها لإنقاذ هؤلاء الناس لا يقتلون الناس والعصابة مثلا نعم فلا بأس أنه يكون هناك حوار لتسليم السلاح حوار لالتزام بالقانون ولا أعتقد أنه يجلس مباشرة مع الجهات التي تقوم بهذا الأمر يجوز أن بعض القوى السياسية القريبة منهم ممكن نعم فأنا أعتقد فنعطي فرصة لرئيس الوزراء ونتعاون طيب وقد بدأ موضوع الفساد يعني بدأ باعتقال بعض الشخصيات ولديه برنامج في هذا الموضوع ولديه قرار معلم بالتصدي للسلاح المنفلد طيب وشكل أيضا بعض الجهات العسكرية للمتابعة أعلنها نحتاج الوقت ونحتاج مساعدة الشعب لهذا المنهج ممتاز إذا نتحدث عن إصلاح هذه الجهات دكتور فلل الدستور فاد وياهم الجهات التي تمتلك السلاح وللقوات العراقية فادت وياهم ولم يعني ينصتوا على توجهات المرجعية الدينية العليا في النجف ولم يعني ما فاد أي طريقة وياهم للبرلمان وللحكومة وللدماء التي سالتهم باقون ويتمددون ومتمسكون بالتالي إجاهم الكاظمي الكاظمي أنا شوي أختل فيها كدبتور أسامي الكاظمي أدواتها موجودة عبدالوهاب الساعدي قوات الرد السريع الشرطة الاتحادية الحجد الشعبي المرجعية مرجعية والشارع ودماء الناس وكذلك الأمم المتحدة شنو اللي بعد أقدم للكاظمي أن يقوم بضبط السلاح بضرب الرؤوس بوضع كل من سرق ونهب في خلف القضبان شنو اللي أوفر ليها أنا كمواطن أنا طايت أقدمي حتى تجي أنت والمرجعية أيضا قلبوا حصوتنا والمجرب لا يجرب الآن الكاظمي غير مجرب وبالتالي شنو الأدوات اللي بعد نوفرها للكاظمي أن يقوم بضرب هؤلاء أنا حقيقة تقريبا السؤال يعني كررت أنا أقول لا بد من إعطاء وقت وإعلام منهج مضاد للا دولة مسألة أساسية في السابق لم يكن يعترف رئيس الوزراء عراقي أن هناك جهات خارج الدولة أن جهات تفضل الموضوع العقائدي لمصالح دول أخرى ومشروع غريب عن العراق في كسر الإرادة العراقية في التصدي لحكومة عراقية تصدي للشعب العراقي هذا الموضوع يحتاج وقت ويحتاج جهد مثل ما قلت في ترصين وضع القوات المسلحة أنها قادرة على التحرك وهي محمية الظهر هذا مسألة مهمة جدا ونفس الوقت يعني تفعيل بعض القوانين التحاور مع القوات السياسية أيضا الشارع يجب أن يدعم يعني الشارع عندما يرى بداية تغيير وبدأ بداية إصلاح لا يجب أن لا يتصرف بنفس الطريقة القديمة رفض الكل وقلع الكل ولا نقبل لابد الشارع أيضا أن يلاحظ أن هناك تغييرا قد حصل يجب أن يساند هذه الإجراءات القوات السياسية يجب أن تساند إذا أرادت دولة وأرادت مصلحة عراقية وأرادت حماية لمستقبلها مستقبل العراق نعم هذه كلها قضايا يجب أن تأخذ الوقت والأدوات الكاملة الناجحة لا نقبل ولا نريد أن ندخل حرب أهلية الآن على فرض حرق قوة عسكرية وبدأت حرب في الشوارع وانقسم العراق بين يعني دافع مدافع ومهاجم يعني هذا مناسب لا بد أن يكون موجه الفعل ضد الفقط الذين يتمردون على الدولة نعم دكتور أنت ذكرت نقطة جدا مهمة الوقت عفوا إيش قد الوقت يحتاج سنتين بعد لا طبعا نحن يعني الآن نتوقع أنه سيد الكاظمي يعالج كل المشاكل خلال فترته التي هي تمتد سنة يمكن من الآن نعم ولكن إذا وضع الأسس لهذا التغيير وخلق البنية التحتية اللازمة لبناء مستقبلي على أساس علمي من ناحية الاقتصادية والخدمية وعلى أساس فني ومحترف من ناحية العسكرية وعلاقات مستقرة مع العالم وأدوات صحيحة للعمل ممكن بعد الانتخابات تأتي حكومة أخرى وطبقة سياسية مختلفة ووعي شعبي أيضا متقدم لتغيير وضع العراق نعم أما طبعا من نافرة القول أنه يستطيع أن نقول أنه سينجز كل شيء خلال هذه ستة أشهر هذا أمر غير صحيح وغير عملي نعم دكتور أسامة خلينا في قضية الانتخابات المبكرة في ظل هذه الفوضى في ظل هذا الاضطراب والقلق والارتباك الواضح تعتقد ستجري انتخابات مبكرة وإنجرت وإنجرت هل تعول على شعب أعطى صوته بكارته والخمسة هل تعول على شعب يوافق وينتخب شخصية توعده بالتعينات هل تعول على شعب يتعين على أساس الفساد أو بالمال طبعا نحن لا نعمم دكتور هل نحن أمام وعن انتخابي دكتور أسامة هل تضمن وتعول على وجود فعلا ثقافة انتخابية لدى الشعب العراقي الحالي بعد هذه الثورة طبعا التجارب العملية السياسية كانت مريرة جدا والناس أعطت فرصة للطبق السياسي المسيطرة بوعود من هذا النوع نعم وتوقعوا أنه أخطأوا في الأولى ممكن في الثانية أن يعدلوا مسارهم وهناك أموال كثيرة وهناك مجال أنه يصلح وضع البلد ولكن التجربة أثبتت أن هؤلاء أغلبهم غير قادرين على إدارة الدولة وحاليا لا نستطيع أن نقول لدينا دولة بمواصفات الدول العالمية لدينا حقيقة مراكز قوة تتصارع ولدينا جناح كبير لا يؤمن بالدولة فالشعب العراقي مل من الوعود ولا يقبل تكرار التجارب وعندما خرج في السنة الماضية خرج بهذا المنهج أنه لا بد من شيء جديد وأنا حقيقة أثق بشعبي وأعتقد أنه لديه عمق تاريخي يؤهله لمعرفة الحق من الباطل ولن يقع في نفس الخطأ سينتج شيء جديد ونأمل أن يتغير العراق بموجب هذه الإرادة التي نبعت من الألم وتتجه للأمل في المستقبل طيب أكون تخابات مبكرة في ظل هذا الوضع تجري في ظل تأخير القانون لحد الآن نعم في مجلس النواب لا أتوقع خلال أشهر مثل ما خطط ممكن خلال سنة من الآن على أقل تقدير طيب أو نكون في الموعد الطبيعي في 2022 جيد أن هناك إجراءات كثيرة لا زالت لم تقوم بها الدولة دعم و مجلس النواب أيضا لديه تقصير في عدم تشريع القانون لحد الآن بشكل كامل وصفت فترتكم عندما كنتم في إدارة رئاسة البرلمان وصفت على اللسان المكون و النواب الشيعة و الكرد و التركمان و حتى السنة وصفت بالفترة الذهبية حقيقة دكتور لكن كيف تقيمون هذه الدورة الحالية برئاستها مقارنة بالرئاسات التي مضت اللي سألت أنا هذا السؤال من الكتل السياسية الشيعية قالوا هذه الدورة و هذه الرئاسة فشلت و سيست و جيرت على عكس دورة الدكتور أسامة في برنامج الثامن من خلال قناة الرشيد كيف تقيمون هذا الأداء و لماذا هذا التكاسل لرئاسة البرلمان هل تعتقد الخلل بالشخصية الشابة و طبعا المقارنة لا بد أن تكون منصفة يعني الفترة مختلفة يعني الغروف مختلفة نحن في وقتنا كنا مواجه خطر القاعدة التي كانت تغتال السياسين في الشارع و لدينا وضع متوتر طائفي بالبلد و لدينا إدارة يعني حكومية كانت يعني متسلطة و لا تقبل النقاش و كانت أخطأت كثيرا طيب و العوامل الزمنية و حتى نوعيث النواب مختلفة يعني الدورة الثانية كان فيها يعني ليس الكل ولكن هناك كم كبير من النواب في مستوى عالي من الفهم و التاريخ و الخبرة طيب و طبعا يعني نحن أيضا لدينا خبرة سابقا في السلطة كنفيذية كنت وزير و كانت نائب دورة قبل أعتقد أنه قمنا بشيء يعني مهم ولكن ليس هناك نجاح كامل ولكن بعدد القوانين المشرعة طيب طبيعة العمل المجلس النواب يعني الجو السياسي العام في عدم السماح بتهميش البرلمان قضايا كثيرة تجربة حقيقة غنية طيب الوضع الحالي مختلف يعني العلاقة بين السلطتين منسجمة ولكن يعني هذا الانسجام لم يؤدي إلى معالجة المشاكل يمكن تم التغطية على كثير من القضايا و في نفس الوقت الانتاج قليل انتاج القوانين و أيضا يعني خبرة النواب الموجودين أنا أعتقد أقل من خبرة النواب في دورتنا خلينا بالرئاسة دكتور حتى الرئاسة خبرتها قليلة يعني هي يعني حقيقة ليس فقط العمر ولكن التجربة الوظيفية والسياسية والاجتماعية كلها لديها علاقة في هذا الموضوع ظروف مختلفة يعني لا نستطيع أن نقارن مقارنة عادلة كنتائج في ظل أوضاع مختلفة ولكن أنا شخصيا أعتقد البرلمان الحالي مقصر كثيرا في كثير من الأمور وبأسباب قسم خارج عن إرادته لو ضاع لي وصل البلد وبعد الانهيار الاقتصادي وبعد يعني الطبق السياسي التي وصلت للبرلمان نتيجة يعني فوضى وتدخلات وسلاح و فأنا أعتقد الظروف مختلفة ولكن نرجو أن يحسنوا أداءهم طيب ما عدكم وزير في حكومة الكاظمي غير مشاركين ليش دكتور حقيقة هي يعني وضعنا البرلماني لا يتيح لنا يعني نقدم وزير ونحن لا نعتقد أن المشاركة صحيحة في هكذا وضع طيب يعني فتأينا المعارضة الإيجابية نحن حقيقة ليس ضد السيد الكاظم ولكن نحاول أن نراقب عمله نقومه ننصحه ولا نمثل جزء من السلطة طلب منكم مرشح الوقف السني دكتور سامة السيد الكاظمي لم يضم منه الوقف السني ترشيح من المجمع الفقهي في الإمام أبو حنيفة نعم هذا واجب من القانوني هم رشحوا عدة أسماء لسيد الكاظمي وهو سيختار أحدهم يعرضوا على مجلس الوزراء وليس عن طريق الكتل السياسي هذا لا لكن المعلومة اللي عندي الكاظمي أو رئيس البرلمان ذهب بطريقة ملتوية إلى الكاظمي وقدم أسماء غير أسماء المرشح المجمع لا هذا لم ينجح حصلت محاولات من عدة جهات سياسية لتقديم مرشحين بالرغم من إرادة المجمع ولكن القانون لا يسمح وسيد الكاظم التزم بالقانون وطلب مرشحين وهذه المرشحين رفضوا بعض القوى السياسية وطلب قائمة أخرى قدمت ستة أسماء الآن هي في مكتب الكاظمي لنقاشها وشكل لجنة لدراسة وضعهم وسيختار أحدهم يسأل كيف تقيم العلاقة ما بين بغداد وأربيل في ظل وجود الكاظمي عندنا دقائق أخرى شباب أعتقد يعني ليست على ما يرام يعني هو طبعا يحاول أن يتجاوز بعض المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن هو منشغل جدا في وضعه في العاصمة وقيم كردستان يعني يحاول أن يتواصل معه العلاقة مستقرة ولكن ليس معنات أنه استطاعوا أن يحلوا القضايا العالقة أو يتجاوز القضايا التاريخية أو الاقتصادية لا زال معلق نعم بعد الانتخابات الأخيرة في 2018 يعني شاهدنا العلاقة ما بين السيد النجيفي والسيد العبادي والسيد الصدر والسيد الحكيم والقوى التركمانية الأخرى كيف هي العلاقة الآن ما بين السيد النجيفي والسيد الصدر هل التقيت معه لا توجد علاقة مباشرة حقيقة يعني علاقتنا طيبة لا يوجد تقاطل مع السيد الصدر لا يوجد التواصل الآن ولكن كقوة سياسية يعني جبهة الإنقاذ تتواصل مع السائرون في البرلمان ومع السائرون أيضا كتلة سياسية نعم وكتب السياسي للتيار الصدري وعلاقتنا طيبة لا يوجد أي مشكلة ونعتقد أن هناك تقارب كثير بالتوجهات السياسية هل نحن أمام تشكيل سياسي جديد سني في الانتخابات القادمة يجمع السيد أسامة النجيفي والسيد الخنجر والسيد الحلبوسي وباقي الشخصيات كالسيد المطلق والسيد العساورة في العساوي نحن حقيقة نختلف مع بعض إخواننا في الاتجاه السياسي في محافظاتنا بالمنهج نعم ليس بالشخصيات ولدينا منهج محدد واضح ورؤية سياسية تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي نعم فمن يقترب من هذا المنهج ممكن أن نتفاوض معه لتشكيل تحالف ومن يبتعد أمر صعب إذا كان متهم بفساد أو متهم بعلاقة غير شرعية مع قوة خارجية ويتعاون مع جماعات مسلحة ضد محافظاتنا هذا يعني بالنسبة لنا خط أحمر نعم فلا بأس أن تكون القوة التي تمثل محافظات الأغلبية السنية يعني قائمتين أو ثلاثة أمر طبيعي الأمر طبيعي والجمهور يقرر أين يتجه نعم في سؤال أخير دكتور أسامة بأقل من دقيقة من جنابك الكريم هل نحن أمام مرحلة فوضوية بشكل أكبر وأكثر لا قدر الله في حال بقاء هذه الأمور المرتبكة أم نحن أمام مرحلة ونقلة نوعية للعراق وهل عاد العراق إلى محيطة وعمق العربي في ظل وجود الكاظمي لا العراق الآن في مرحلة حقيقة مضطربة جدا نعم وهناك محاولات للسيطرة على الوضع الداخلي وهو أساس لأي علاقات خارجية نجاح الخارجي يتطلب وضع داخلي مستقر وهذا لم يتحقق لحد الآن وهناك محاولات مع العالم للتواصل والدعم ولكن أعتقد يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية والوضع خطير إذا لم نستطيع السيطرة على هذه الجماعات المسلحة وضرب الفاسدين وتحقيق انتخابات مبكرة خارج هذا الأطر ممكن البلد يذهب إلى فوضى لا نسيطر عليه عندي نص دقيقة الآن يقصفون السفارات والمطارات هذه فصائل المقاومة باعتقادها كميليشيات لا إرهاب هذا إرهاب نعم ليس هناك تسمية غير الإرهاب غير الإرهاب مصلحتها إبعاد الكامل مصلحتها مصلحة خارجية لدولة أخرى تريد أن تصفي حساباتها مع أمريكا في داخل العراق ما مصلحة العراق أن يقصف سفارة قد فتح لها الأبواب والذي هي علاقة إذا كان قوات مسلحة أجنبية تخرج من العراق إذن إرهاب نعم نعم تسمية الإرهاب هي الأولى بهذه القناة الدكتور سامى النجيفي رئيس الجبهة الإنقاذ والتنمية ضيفا كريما شكرا لسعة صدركم في هذا الحوار عبر قناة الرشيد شكرا لجنابك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم سادة الكرم نلتقي على ود وخير بإذن الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة